مرة جديدة نذهب إلى رمالله حيث ينضم إلينا من هناك مرسل حدثة زميل خالد القاسم خالد وفي متابعة لآخر التطورات يبدو أن هناك المزيد من الاقتحامات والمدهمات ليس فقط بالضفاء الغربية وإنما أيضا في القدس الشرقية أيضا هناك جرحة وقتلة في جنين تفضل المعطيات لديك حدثنا أكثر عن المشهد نعم جزيل وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي قتل خمسة فلسطينيين خلال اقتحامه لمدينة جنين ومخيمها لكن المصادر الرسمية الفلسطينية تتحدث عن ثلاثة فقط بعض المحليين في مدينة جنين سواء مصادر طبية أو مؤسسات حقوقية قالت ربما يكون الجيش الإسرائيلي أخذ معه أثناء انسحابه اثنين كان قد قتلهما سواء بالقصف أو خلال الاشتباكات وتبادل الإطلاق النار الذي استمر لأكثر من عشر ساعات حيث اكتحم الجيش الإسرائيلي بأكثر من ثمانين آلية عسكرية وجرافات مدينة جنين قبل منتصف الليلة الماضية ومخيمها وقام بمحاصرة مستشفى ابن سينة ومحاصرة مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ومنعها من التحرك إلا بعد تفتيشها بشكل دقيق وتفتيش وتدقيق هويات الجرحة إذا ما كان داخل المركبة جرحة منع الجيش الإسرائيلي وصول سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني ومركبات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة من الوصول إلى مستشفى ابن سينة فيما أجبر المسعفين والأطكم الطبية للخروج من داخل المستشفى ابن سينة رافعين الأيدي شهود العيان أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي وبعد تفتيشهم في باحة المشفى قام باعتقال عدد منهم الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية دمرت جزءا كبيرا من الشوارع والبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها مستهدفة شبكات الاتصالات والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء نعم عادة عندما تغادر القوات الجيش الإسرائيلي هذا المخيم من المتوقع أن تعود إليه مجددا أليس كذلك ما حصل في مجمع الشفى خالد يعني حدثت أكثر من مرة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي ثم يعود بعد ساعة أو نصف ساعة سواء بطريقة القوات الخاصة أو عودة عسكرية كاملة كما حدث أكثر من مرة وتحديدا إلى مخيم جنين لكن حتى هذه اللحظة منذ ساعة ونصف انسحب الجيش الإسرائيلي الأمور ما تزال على حالها تشهد بعض الهدوء بعد ليلة عاصفة شهدتها مدينة جنين ومخيمها يعني بالعادة يوم الجمعة هو يوم الصلاة كان من المعتاد أن يخرج المصلون ولكن بسبب الأوضاع الاستثنائية حالة حرب هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي كيف هي أوضاع السكان هناك؟ هل يعني من يأم المسجد الأقصى من أجل الصلاة؟ أو هو يقتصر فقط على من يقتنون داخل المدينة القديمة؟ يعني عادة منذ السابع من أكتوبر الماضي إسرائيل تضع شروطا للسماح للفلسطينيين بالدخول إلى المسجد الأقصى كتحديد الأعمار كتحديد الأرقام طرد المصلين الفلسطينيين أو المقيمين عادة في المسجد الأقصى أو باحاته من أجل السماح للمستوطنين بالاقتحامات سواء الصباحية أو المسائية لكن إجراءات عسكرية مشددة تشهدها مدينة القدس والمدن الفلسطينية ناهيكة عن أنه كان قبل السابع من أكتوبر من أعمارهم من الرجال فوق خمسة وخمسين عاما لا يحتاجون إلى تصريح للدخول إلى القدس لذلك يأمون المسجد الأقصى كل كبار السن من مناطق الضفة الغربية وهذا الحال تغير بعد السابع من أكتوبر حتى من لديهم تصاريح تؤهلهم للدخول إلى مدينة القدس يمنعون الآن من الدخول إليها إضافة إلى الإجراءات المشددة داخل البلدة القديمة في القدس سواء عمليات التفتيش والتنكيل التي يواجهها الفلسطينيون بحسب المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الشعبية في البلدة القديمة بالقدس يتعرض الشباب عادة إلى عمليات تنكيل وتفتيش ومنع من المرور في أزقة البلدة القديمة وتحديدا تلك التي تؤدي إلى المسجد الأقصى شكرا لك لكل هذا الرصد خالد كان معنا من رمون لمراسل حدث أزميل خالد القاسم